دقيق وبالجوانب اللي انت معطيني اياها بالامور اللي انت معطيني اياها الفكرة انا جسد الفكرة ما عطني فكرة بدقيقة جميل ما في يعتك العافية شكرا يعتك العافية تفضل الكلمة لك في بعض المواد توصلك ال 35 ثاني الهدف والرسالة 35 ثاني يوصلك المطلوب متكلمنا في اليوم الاول الهدف والرسالة الهدف والرسالة لا يمكن انك توصلك في 5 ثانية في 5 ثانية اي فقرة ما اتحدى لا تقدر تقتصر لي الموضوع الى 35 ثاني يعني في مواد بتحط الهدف عندك 4 اشخاص لا تعطيني ال4 انت تطربين ال4 اخر اخر مو اذا مقنع لكم او لا يعني تشارك انك تقول تمثيرك ما عجبني تشارك انت كم وثرة تقول النص ما عجبني تشارك تقول التصوير ما عجبني تقييمكم كمجموعة مو كلكم تمثلون في نفس المحتوى نتكلم في البلود بشكل مباشر تفضل مدربنا جميلة التمثيل وتجسيد الشخصيات عجبني العفوية فيها بورزيقا وفالح كان عندهم جميل وكميس ليس المكنع burger بس انه مقبول التنفيذ والاخراج و الإضاءة و الصوت اول شيء نجد ان نتكلم عن الاخراج و التصوير اخراج تصوير من كان الاتر امرلا يعني ما شفت أنا تعبير وجهة كاملة يعني حضرت معاكم أنا التصوير هذا كل يوم قلت لك أنك بتأخذ بتوقف الجملة بترجع تأخذ بتعطيني الجملة الثاني فيه كلوزات بستقصد أنه كزاوية التصوير يعني أنت بأخذها من فريم واحد منطقة وحدة عندكم في الإضاءة فيه فيه ظل شدو وراء عندك في الصوت كويس استخدمت الفي او استخدمت الصوت جيد عندك في التصوير الهيدروم يعني فيه فرق بين الممثلين فيه مساحة فوق فاضية يعني مرة فاضية يوقف يوقف التصوير وبعدين يرجع يأخذ لنك ما تكون اللقطة ثابتة وتعيش لياها كلها وراء بعض يوقف خذ وقتك خذ زاويتك الصحيحة خليه يعيد في الرياكشن حقه خذ عليه كلوز خذ واسع يعني غير في اللقطات تستخدمها في المونتاج يعطيكم العافية السادة عبد الرحمن بس للتوضيح الهيدروم ما معناها للجمهور؟ الهيدروم هي المسافة بين الرأس ويطار الصورة يعني انت لما تشوف الهيدروم أنا بغراسة يكون مساحته إلى ثلاثة سانتي بين الرأس وبينه بسيطة لا تكون كبيرة ما تكون واسعة لأنه خلاص صاروا صغار تحت شوف الهيدروم عندي هذه هي المنطقة اللي بين الرأس وفريم الصورة جميل يعني أنا شوف قلب الصورة وين أنا في النص جميل اختيار الكادر جميل لا يكون كبير ولا يكون برضو قاطع على شيء يكون اختياره صحيح اختياره سليم المجموعة الثالثة بعد ما شوفنا طبعا الدرجات حتكتب في النهاية المجموعة الثالثة أذكر فيها على الكلثمي سمع المانع سمع المانع